وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهُ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلِ الْبَيْتِ هناك حديث مفصل لكنني لن أقف في أفيائه وأفنائه كي أشرحه الوقت لا يكفيني سأقرأه عليكم إنه الحديث الثالث في السياق نفسه من الباب نفسه باب نسبة الإسلام الحديث بسند الكليني عن إمامنا الجوات صلوات الله عليه عن آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلوات على رسول الله وآل رسول الله رسول الله يقول إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة وَجَعَلَ لَهُ نُورًا وَجَعَلَ لَهُ حِصْنًا وَجَعَلَ لَهُ نَاصِرًا إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة العرصة قد تطلق على مساحة واسعة من الأرض ليس فيها بناء وقد تطلق على الساحة المحيطة بالدار وقد تطلق على المساحات الأرضية التي لا بناء فيها فيما بين الدور والأحياء وقد تطلق على الساحة في وسط البيت وَالَّذِي يَبْدُوُ فَإِنَّ الْحَدِيثَ يَقْصِدُ هَذَا الْمَعْنَى يَقْصِدُ مَعْنَى السَّاحَةِ وَسْطَ الْبَيْتِ رسول الله يقول إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة وجعل له نورا هذا وسط البيت والبيت يحتاج إلى نور لا يمكننا أن نعيش في الظلام إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة وجعل له نورا وجعل له حصنا سياجا فالعرصة هنا وسط البيت وسط البناء وجعل له ناصرا مسؤولا مدافعا محاميا عن هذا البناء فأما عرصته عرصة الإسلام فالقرآن إنها الساحة التي نتحرك فيها على هذا بايعنا في بيعة الغدير أن نتمسك بقرآننا وأن نأخذ تفسير قرآننا منهم من علي وآل علي فقط فقط صلوات على علي وآل علي تترى فأما عرصته فالقرآن وأما نوره فالحكمة الحكمة هذا المصطلح بحسب ثقافة العترة معرفة الإمام الحكمة معرفة الإمام هذه كلماتهم أنا لا أستطيع أن أورد لكم الأحاديث والمصادر في عجالة من الوقت لقد تحدثت عن هذه المضامين كثيرا كثيرا في برامجي المختلفة إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة وجعل له نورا وجعل له حصنا وجعل له ناصرا فأما عرصته فالقرآن ساحته مركزه وأما نوره فالحكمة حديثهم هو الذي ينور لنا القرآن من هنا بايعنا في بيعة الغدير أن نفسر القرآن بحديثهم إذن فك حديثهم عن قرآنهم فإننا قد دخلنا في حفر الضلال المظلمة هذا هو ضمان النبي في حديث الثقلين ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة الذي بأيدينا من العترة إمام زماننا الذي لا نستطيع أن نتواصل معه بشكل مباشر ألطافه تصل إلينا فيضه يصل إلينا إذا كنا مستحقين ذلك لكن الذي بأيدينا فعلا حديثهم تفسيرهم لقرآنهم هذه هي الحكمة التي تنير لنا عرصة بيتنا عرصة بنائنا إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة وجعل له نورا وجعل له حصنا وجعل له ناصرا فأما عرصته فالقرآن وأما نوره فالحكمة وأما حصنه فالمعروف المعروف في أعلى درجاته خدمة إمام زماننا هذا هو الحصن ولاية علي بن أبي طالب حصني ولاية قائم آل محمد حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي الله هو الذي يقول لست أنا ولاية علي حصني ولذا أقول في بداية حديثي يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصران هذا هو حصن الولاية العلوية هذا هو الحصن القائمي المهدوي المعروف مصادقه كثيرة كل خير معروف لكن الحديث هنا عن بناء الإسلام فبناء الإسلام لا بد أن يستند إلى أساسه وأساس الإسلام ولاية علي وهل يوجد أساس غير هذا للإسلام أي إسلام هذا الذي لا يكون أساسه ولاية علي فولاية علي هي أساس الإسلام وأصله وفرعه وكله وجوهره ومعدنه الإسلام من دون عهلي يساوي صفر تحت الصفر وتحت الصفر بكثير الإسلام علي علي هذا هو الإسلام فأما عرصته عرصة الإسلام فالقرآن وأما نوره فالحكمة وأما حصنه ولاية علي حصني وأما حصنه فالمعروف وأعظم المعروف ولاية علي ها هو شهر رمضان تتصرم شيئا فشيئا بقايا دقائقه هل سندرك شهر رمضان في عامنا القادم هل سنكون على نية خدمة إمام زماننا هل أعلم أنا هذا هل تعلمون أنتم لا ندري لا ندري ربما هذه هي الدقائق الأخيرة من أيامنا هل ندرك شهر رمضان القادم هذه الحلقة الأخيرة من مجموعة حلقات على مائدة القمر أنا عودتكم في كل سنة برنامجي يستمر في أيام العيد وما بعد العيد إلى فترة طويلة وفي بعض السنوات ربما يصل البرنامج إلى شهر ذي الحج من السنوات التي مرت كان بودي أن يكون ذلك لكن ني أعتذر عن الذي عودتكم عليه الذي يحول فيما بيني وبين هذا أوجاع المرض المرض أناكني وهذا هو الذي منعني من مواصلة البرنامج في العيد وبعد العيد في أيام العيد سنعرض لكم مجموعة حلقات تتناول وجوب ذكر أمير المؤمنين في التشهد الوسط والأخير أتمنى على أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن أن يدرسوا هذه الحلقات صدقوني ومن كل قلبي من كل قلبي إذا أردت أن أقدم لكم أغلى نصيحة أغلى نصيحة وأنا أقدمها لنفسي ولطالما قدمتها ولقد عملت بها طيلة حياتي علموا أنفسكم حلاوة ذكر علي في صلواتكم الواجبة أنا لا أقول لكم اذكروا علي في التشهد الوسط والأخير بعنوان الوجوب صلاتكم باطلة من دون ذلك أنا لا أطالبكم بهذا أطالبكم مع ذكركم لعلي في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة وبهذه النية من أن ذكر علي هو السبب صحة الصلاة ومن دونه الصلاة باطلة الصلاة مخرأة ما هي بصلاة من دون ذكر علي الواجب في التشهد الوسط والأخير أنا لا أطالبكم بهذا هذا أمر واجب في أحاديث العترة تابعوا الحلقات من يوم غد خمس حلقات في هذا الموضوع تابعوها بدقة تدارسوها وإذا استطعتم أن تحفظوا أهم المضامين التي وردت فيها فاحفظوا ذلك وجاهدوا جاهدوا بهذه المعرفة علموا أنفسكم وحق الحسين هو هذا الجهاد الحقيقي لهذا الذي تضحك به عليكم الأحزاب السياسية القطبية القذرة والميليشيات القطبية القذرة الجهاد الحقيقي هو هذا علموا أنفسكم وعلموا الشيعة من الرجال والنساء علموا الشيعة أن يذكروا عليا في صلواتهم المفروضة في التشهد الوسط هو الأخير بعنوان الوجوب القطعي ولأنه أساس صحة الصلاة ومن دونه تصبح الصلاة مخرأة لا قيمة لها تصبح الصلاة قباحة تصبح الصلاة قرفا ووسخا ذكر علي هو الشر طهارتها منطق القرآن في سورة المائدة في الآية السابعة والستين بعد البسملة وإن لم تفعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وأنا أقول لكم وإن لم تذكروا عليا في صلواتكم فلا صليتم فلا صليتم وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تذكروا عليا في صلواتكم بهذه النية وبهذا الفهم الذي حدثتكم عنه قبل قليل فإنكم ما صليتم إنكم ما صليتم إنكم تعبثون بدينكم لا تعبأوا بأقوال هؤلاء الغبران في النجة الذين يقولون لكم من أن ذكر علي يبطل الصلاة أنا لا أطالبكم بهذا قبل قليل قلت لكم نصيحتي إنني أطالبكم أن تعلموا أنفسكم أن تستشعروا حلاوة ذكر علي لا أن تذكروا عليا في الصلاة بعنوان الوجوب فقط أن تستشعروا حلاوة ذكره محمد صلى الله عليه وآله هو الذي يقول ذكر علي عبادة هو جوهر العبادة إن كان في الأذان إن كان في الإقامة إن كان في التشهد الوسط في التشهد الأخير في القنوة ذكر علي عبادة في أي جزء من أجزاء العبادة وفي أي جزء من أجزاء ديننا وفي أي جزء من أجزاء دنيانا في كل جهة من جهات هذه الحياة ذكر علي عبادة علموا أنفسكم أن تستشعروا حلاوة ذكره قالت قالت عنا في خاطري وهذه ليلة العيد عنا في خاطري أن أقرأ قصيدة الصاحب بن عباد إنها الغديرية المعروفة قالت قالت فمن صاحب الدين الحنيف أجب قالت فمن صاحب الدين الحنيف أجب فقلت أحمد خير السادة الرسلي قالت فمن بعده تصف الولاء له قلت الوصي الذي أربى على زحلي قالت فمن ذا الذي آخاه عن مقة المقة هي المودة قالت فمن ذا الذي آخاه عن مقة فقلت فقلت فمن حاز رد الشمس في الطفل الطفل الغروب قالت فمن زوج الزهراء فاطمة فقلت فقلت أفضل من حاف ومنتعلي قالت فمن والد السبطين إذ فرعا فقلت سابق أهل السبق في مهلي قالت فمن فاز في بدر بمعجزها فقلت أضرب خلق الله في الغللي قالت فمن أسد الأحزاب يفرسها فقلت قاتل عمر الضيغم البطلي قالت فيوم حنين من فرا وبر فقلت حاصد أهل الشرك في عجلي قالت فمن ذا دعي للطير يأكله فقلت أقرب مرضي ومنتحلي قالت فمن تلوه يوم الكساء أجب فقلت أفضل مكسو ومجتملي قالت ففي من أتى فيها الأتى شرف فقلت أفضل أهل الأرض للنفلي قالت فمن راكع زكى بخاتمه فقلت أطعنهم مذكان بالأسل قالت فمن ساد في يوم الغدير أبن فقلت من كان للإسلام خير ولي قالت فمن ذا قسيم النار يسهمها فقلت من رأيه أذكى من الشعلي قالت فمن باهل الطهر النبي به فقلت تاليه في حل ومرتح لي قالت فمن شبه هارون لنعرفه فقلت من لم يحل يوما ولم يزلي قالت فمن ذا غدا باب المدينة قل فقلت من سألوه وهو لم يسل قالت فمن قاتل الأقوام إذ نكثوا فقلت تفسيره في وقعة الجمل قالت فمن حارب الأرجاس إذ قسطوا فقلت صفين تبدي صفحة العمل قالت فمن قارع الأنجاس إذ مرقوا فقلت معناه يوم النهروان جلي قالت فمن صاحب الحوض الشريف غدا فقلت من بيته في أشرف الحلل قالت فمن ذا لواء الحمد يحمله قالت فمن ذا لواء الحمد يحمله فقلت من لم يكن في الروع بالوجل قالت أكل الذي قد قلت في رجل فقلت وما هو الغريب في ذلك صاحب الذي أتحدث عن يا سائلتي أنت تسألين وأنا أجيبك وكل الذي قلته عن صاحبي هذا ذن له ما هو بمتح له إنني كنت أذن صاحبي أتعلمين لماذا يا سائلتي الجواهر يقول من بديع ما قاله شاحر العرب محمد مهدي الجواهر تعداد مجد المر منقصة إذا فاقت مزاياه عن التعداد يا سائلتي أنت سألت وأنا أجبت على أسئلتك لست مادحا لصاحبي هذا ذن لصاحبي مزايا صاحبي لا تعد ولا تحصى فما الغرابة في ذلك قالت أكل الذي قد قلت في رجل فقلت إيه والله فقلت كل الذي قد قلت في رجلي قالت فمن هو هذا الفرد سمه لنا أن نحن بحاجة إلى أن نسميه قالت أكل الذي قد قلت في رجل فقلت كل الذي قد قلت في رجلي قالت فمن هو هذا الفرد سمه لنا فقلت ذاك أمير المؤمنين علي نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر